السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد هذا الفيديو يحتوي على معلومات صادمة جدا للعديد من الفلاحين والمزارعين لذلك احرصوا على مشاهدته إلى الآخر من المعلوم أصدقائي عندما نريد تجهيز التربة للزراعة نقوم بتقليبها بهذه الطريقة باستعمال الشوكة أو بحرشها بالمحر وهذه العملية تساهم في تشميس التربة وتهويتها وتخفيفها لتستطيع أن تدور النمو بسرعة ولكن هناك دراسة فرنسية تقول أن هذه العملية خاطئة جدا وتدمر التربة والنظام البيئي وتقلل من الإنتاج وبالتالي حرش التربة له أضرار أكثر من الفوائد بصراحة أصدقائي عندما قرأت هذه الدراسة صدمت من النتائج لذلك بما أن قناتنا تختص بالصراعة فقررت أن أشارككم هذه المعلومة وأصدمكم معي لا يجب أن أصدم وحدي سأقوم بمشاركتكم خلاصة الدراسة فقط تقول هذه الدراسة أن هناك مجموعة من الحشرات بعضها يعيش فوق سطح التربة وأخرى تعيش تحت سطح التربة في منطقة التخمر وعند تقليب التربة بعمق نقوم بقلب وسط العيش وعن طريق الخطأ نقوم بقتل معظم هذه الحشرات وهذه الحشرات هي نافعة جدا للنباتة الطريقة الصحيحة لتجهيز التربة المتبعة في هذه الدراسة هي طريقة بيك هيلوين أحد المزارعين الفرنسي نقوم بتقليب سطح التربة بعمق 8 سنتيمتر نحاول تفكيك التربة فقط بهذه الطريقة التي تلاحظون نقوم إما باستعمال الشوكة أو باستعمال أحد الأدوات الخاصة بهذه العملية من ناحية الجهد هذه العملية أفضل من تقليب التربة بعمق لأنك لا تقوم بأي مجهود أما من ناحية الفعالية والإنتاج صراحة لم أقوم بتجربتها من قبل وهذه هي أول مرة أو يمكننا استعمال هذا المجراف بدل ذلك نقوم بتحطيم بسطح التربة حتى يصبح خفيف بالنسبة للمساحات الكبيرة نستعمل هذه الآلية المسؤولة عن تحطيم الطب بدلا من المحرار هذه الدراسة أصدقائي أجرتها إنغا وهي المعهد الوطني للبحث الزراعي الفرنسي سأقوم بمشاركتكم رابط هذه الدراسة في صندوق الوصف هذه الدراسة هي تجربة علمية وعملية دامت أربعون شهرا أجريت على ألف متر مربع من مزرعة أحد المزارعين الفرنسيين الذي كان يتجنب حرط الأرض يسمى بيك هيلويل خلصت هذه التجربة إلى أن الإنتاج كان مضاعفا مقارنة مع الأراضي التي يتم حرطها وأنه في كل سنة تكون النتائج أفضل من التي سبقتها وبالتالي كلما قمنا بالزراعة بهذه الطريقة ازدادت جودة التربة وخصوبتها أنا عن نفسي لا أتفق مع هذه الدراسة ولكن سأقوم بالتجربة وأرى النتائج بنفسي وأنتم لا تنسوا أن تشاركون أراءكم في التعليقات هل تتفقون أم لا بعد ذلك سنقوم بإضافة السماد العضوي ونقوم بخلطه مع التربة بالطريقة المعتادة وبعد ذلك نقوم بتغطيته بالقش أو باستعمال أوراق الأشجار لنحافظ على رطوبة التربة إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وأشكركم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله